معرض الصحافة من قناة الشرق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية والعربية للإطلاع على أبرز ما جاء فيها لنهار اليوم والبداية مشاهدين الأفاضل بجريدة الشرق لنهار اليوم التي عنوانت صفحتها الأولى بعديد المواضيع أبرزها تفاصيل قروض شراء فياط الجزائر ودراسة الملف انطلقت رسميا والتمويل يمتد إلى ستين شهرا وفي عنوين فرعية لموضوع واحد بنك البركة القروض متاحة وفق صيغة المرابحة الإسلامية وحلول تمويل جذب الاقتناء المركبات كما كتبت في موضوع واحد الفصل في الطلبيات محليا وخلال الثمانين وأربعين ساعة من الإيداع أو إيداع الملف عادت يومية الشرق على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت المقاومة ليست في موقع ضعف حتى تقبل بأي اتفاق هذا ما جاء على لسان عضو قيادة حماس بالخارج سامي أبو زهري ومصرح ليومية الشرق وقال أيضا لا نريد من الحكومة العربية تحريك جوشها واستخدام السلاح بل يكفيها فتح المعابر والشعب الفلسطيني يجوع ولكنه لا يخون واليوم التالي للحرب شأن داخلي خالص وإذا كانت واشنطن قادرة على تدمير حركة المقاومة الإسلامية فلماذا تفاوضها كما عادت اليومية على الصفحة الأولى أو على رأس صفحتها الانتهاء من ضبط عقارة عدل ثلاثة عبر الولايات وثمانية عشر فاصل تسعة مليون جزائري على قاعدة نقمية للأملاك العقارية وفي مواضع متفرقة كتبت جريدة الشروق شنغريحا يقول تنوع التهديدات يفرض الجاهزية العملياتية وفي موضوع آخر واحد وثلاثين لعبا على قائمة بيتكوفيتش ومفاجآت بالجملة تطالعون أسفل الصفحة الأولى في عنوانين رئيسيين متطوعون في مهمة لحفظ كرامة المحتاجين خلال رمضان وإنجاز مواضع السنكيام الجديد ثمانين وأربعين ساعة قبل أعيد الفطر نبقى وإياكم مشاهدين الأكارم ضمن يومية الشروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي هذه رؤية الجزائر لكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي وعطاف يرافع بأدي صبيبا بالاعتماد أو باعتماده مصارى انتخابي انتقائي أين أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بأدي صبيبا موقف الجزائر بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبنى على ثلاث قناعات أساسية تسمح باعتماد مصارى انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة مؤكدا أن الجزائر ستتمن الاجتماع الذي سيتولد عن المتداولات أو المداولات من أجل تطوير أداء قيادة الاتحاد وأبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف موقف الجزائر بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحادية والمبنى على ثلاثة قناعات أساسية تطالعون في هذا المقال مختلف النقاط نبقى وإياكم ضمن جريدة شروق لنهار اليوم وإلى مقال آخر جاء فيها المعايير الجديدة لترقية أو للترقية لرتبة بروفيسور تثير الجدل بعد إفراج وزارة التعليم العالي على شبكة تقييم الدورة الواحدة والخمسين أين أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المعايير الجديدة للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي في دورتها الواحدة والخمسين لكنها أثارت الجدل وسط الأساتذة المقبلين على الترقية خاصة فيما يتعلق بالشروط الإجبارية الخاصة بالنشر في المجلات العلمية وتأثير الدكاترة واعتمدت الوزارة حسب القرار الصادر منذ أيام تحوز الشروق على نسخة منه شبكة تقييم جديدة للترقية إلى رتبة أستاذ والمعتمدة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان الدورة الواحدة والخمسين حيث تم إلغاء العمل بالنشر في مجلات علمية صنف جيم بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مقابل اشترات تأثير ومناقشة الدكتورة فقط لباقي الميادين إلى مقال آخر أو إلى جريدة أخرى وإلى يومية الخبر وهذا ما جاء فيها عدل ثلاثة كل شيء جاهز وبالعريب في اجتماع له بإطارات قطاع السكن عادت يومية الخبر على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت رفض التنوب الإقليمي وإصرار على الكفاءات الجزائر تتحفظ على نمط انتخاب كبار مسؤولية الاتحاد الإفريقي وغوجي ليقول التصدي لمحاولات التشويش وإرباك سير البرلمان الإفريقي في عنوان رئيسي جاء على الصفحة الأولى ليومية الخبر هذه شروط ومزايا قروض السيارات وعروض قدمتها بنك البركة وبنك بين باريبا وتغطية 90% من السعر ومدة القروض 60 شهرا كما تقرؤون عنوين متفرقة أتت على رأس الصفحة تجويع غزة جريمة حرب أخرى ومرافقة تجسيد مشروع الجزائر الجديدة حسب ما جاء على لسان شينغريحة بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تأتيكم على هامشي الصفحة الأولى لجريدة الخبر من يومية الخبر إلى جريدة النصر وكتبت مشروع ضخم لإعادة اعتبار للوجه التاريخي لمدينة سكيكدا تأهيل وترميم لحي الأقواص كما تقرؤون بالبنت العارض الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي عنوان رئيسي محطات عملاقة لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والجزائر تخطو خطوة كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كما جاء على رأس الصفحة الأولى الفريق أو الشينغريحة يدعو إلى رفع مستوى الجاهزية ومتابعة الوضع الأمني في المنطقة في زيارة إلى مقر قيادة القوات البرية في عنوان متفرقة كتبت يومية النصر ميلاء القديمة مساجد وأزقى ومقاهي تحفظ روح رمضان ووضع آخر الترتيبات لإطلاق مشروع عدل ثلاثة وفي الرياضة خمس وجوه جديدة وعودة براهيمي وبنزينة وبن أرحمة نبقى وإياكم ضمنها معرض الصحافة وإلى جريدة المصار العربي وتطالعون فيها نصرة الأقصى وكسر الحصار عشرات الألاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى القنوات تلفزيونية مدعوة للتعقل واستدعاء قناة بسبب مشاهد من مسلسل حسب ما كتبته يومية المصار العربي وتطالعون على رأس الصفحة تسامم بغاز أحادي أكسيد الكربون ارتفاع الوفاية إلى 96 حالة منذ مطلع أكتوبر وإلى جريدة المشوار السياسي تطالعون فيها أبرز العنوين جاءت كالتالي عنوانة صدر صفحتها بموضوع رياضي وكتبت بيتكوفيتش سيستغني عن الحرس القديم وقائمة الخضر للتربص المقبل شهدت عديد المفاجآت كما استدعى خمس لاعبين جدد وعودة براهيمي وبنزينة في موضوع فلسطين كتبت جريدة المشوار السياسي الاحتلال الصهيوني ارتكب 2761 مجزر منذ بداية العدوان على قطاع غزة وعنونت أيضا هذا هو جديد مشروع عدل ثلاثة وبالعربية ترأس اجتماعا تحضيريا لإطلاقه كما كتبت الجزائر تضع النقاط على الحروف بخوض انتخابات كبار مسؤولي الاتحاد الافريقي دون أن ننسى مختلف المواضع التي تأتيكم على الهامش الأيمن ليومية المشوار السياسي من جريدة المشوار السياسي إلى جريدة المساء وتقرؤون فيها لاسكن للغشاشين بموجب نظام استعلامة يجمع قطاعي المالية والسكن وهذا جديد برنامج عدل ثلاثة نظام خاص لتوجيه البرنامج أو البرامج المدعمة من الدولة لمستحقيها الحقيقي عادت يومية المساء على صدر صفحتها وكتبت تنوع التهديدات بالمنطقة يفرض أعلى مستوى للجاهزية حسب ما قاله فريق الأول شينجريح الذي أكد على المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية في البلاد وكتبت اليومية هذه قناعة الجزائر للنهوض بمفوضية الاتحاد الإفريقي وهذا ما جاء به عطاف الذي رافع لمصار انتقائي لكبار مسؤوليها كما كتبت اليومية مختلف المواضيع الثانوية التي تطلعونها ضمن الصفحة الأولى لجريدة المساء من يومية المساء إلى جريدة أخبار اليوم وتقرؤون فيها عدل ثلاثة الحلم يقترب وبالعريبي ترأى سرق أنخصا بإجراءات تحضير انطلاق المشروع واتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بين قطاعي المالية والسكن عادت اليومية على صدر صفحتها إلى موضوع دولي وكتبت دماء الفلسطينيين تختلط بالطاحين ومجزرة جديدة تستهدف طوابير المساعدات وهذه خطة صاينة لاجتياح الرفح تقرؤون أسفل الصفحة الأولى هذه توجيهات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأكد على ضرورة المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العمليتية دون أن ننسى مختلف المواضيع المختلفة التي تأتيكم ضمن يومية أخبار اليوم من الصحافة الوطنية إلى الصحف العربية والبداية بجريدة الشرق الأوسط التي عنونت بالبونط العريض بايدن يساعد ضغوطه العلنية على ناتنيا هو في عنوين أخرى أمريكا تحذر من تحول السودان إلى ملاذ للإرهاب ومظاهرات ضد الأسد والجولاني حسب ما جاء في جريدة الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا تخيم على الاقتلاع الرئاسي الروسي دائما حسب اليومية من جريدة الشرق الأوسط إلى جريدة القدس العربي وتقرؤون فيها كعنوان رئيسي رفح تخشى المجازر الإسرائيلية بعد مصادقة ناتنيا هو على اجتياحها للأسف الشديد ووصول سفينة تحمل مئتي طن من المواد الغذائية إلى القطاع دون أن ننسى مختلف المواضيع الإقليمية والمحلية التي تأتيكم ضمن يومية القدس العربي من جريدة القدس العربي نصل وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء عبد المنصف محمد اللي روح هذا في اليوم ستوديو أهلا وسهلا بك في اليوم ستوديو وشكرا لقبول دعوة البرنامج نفرح أني لما نشوفكم معنا في ثاني إطلاق لك رمضان مبارك أستاذ يوسف ولكل الشعب الجزائري وخاصة الأمة الإسلامية شكرا لك بداية محمد ركسايم أو لا 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 نعم شحل ركسايم اللي بدأ رمضان صمه كامل صايم خمسة وليوم ستس أي ليوم ستس يعني ركسايم كامل رمضان ما شاء الله تبارك الرحمن جيت اليوم في الأستوديو في هذه ثاني إطلاق لك يعني وحدا قالت كانت قبل رمضان تعرفنا عليك وعرفنا بك للمشاهدين الكرام وليوم ركس حاضر معنا لأنه عندك رسالة حاب توجهها للمشاهدين أليس كذلك نعم يلا تفضل إليك كلمة شكرا تحية رمضانية عطرة مني أنا الخطيب الصغير محمد منصف معروف ومن قناة الشروق تيفي أزفها لكل أقراني وخاصة لكل أم وأب وخاصة لكل أم وأب ومع رسالة من رسائل أمي ها قد جاءنا الضيف المميز والعزيز وبعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً وعلى سفر فعدة من أيام من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن نعم الله تعالى ومن نعم الله تعالى علينا أن مد في عمرنا وجعلنا ندرك صيام رمضان فالنصم صيام المودعين فلا ندري أهذا اللقاء الأخير مع رمضان أم لنا لقاء آخر فاقصد باب التوبة وقل لعله آخر رمضان واحزم أمرك وسر إلى الآخرة وليكن شعارك وعجلت إليك ربي لترضى لهذا علمتني أم الكريمة أن رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مرضة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر يقام الليل فيها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفيشة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وسميت بليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجالة ويكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة أصدقائي يجب علينا أن نحرص على قراءة القرآن الكريم والتحلي بالأخلاق الحسنة في هذا الشهر الفضيل ومدى الحياة وكل هذا لا يجب أن يقتصر مكانه في المسجد أو المدرسة القرآنية أو البيت فقط بل في كل مكان وحتى في أماكن نزهة لعب ومرح وتغذية للروح بما ينفع فاللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا صح رمضانكم وصح فطوركم ونلتقي في رسالة جديدة والسلام عليكم شكرا لك محمد معروفة ما شاء الله رسالة قوية قدمتها صباحة اليوم للأطفال أمثالك والأمة الإسلامية ككل ما شاء الله تبارك الرحمن هذه هي الشباب لنفخروا بها وهذه الشباب لازم تكون أو يسلط الضوء لها يعني رسالة واضحة خطبة يعني ما شاء الله مصغرة كما محمد شكرا لك محمد تعدنا باش تجي تطلع علينا مرة أخرى في البرنامج إن شاء الله وتعدنا كي تجي تبقى صايم حتى وصايم حتى لها يتمر ما شاء الله تبارك الرحمن شكرا لك محمد على هذه الرسالة لك تخلش تلعب شوية برة ولا لا لا شوية فالأمتي حانا تخدمت؟ ايه الحمد لله جبت نقاط ولمزة معطاوكم ما زال ما زال يلا إن شاء الله نشوفوك في أعداد أخرى وإن شاء الله تجي تزورنا في هذا رمضان إن شاء الله توعدني رسالة أخرى يلا جميل جدا شكرا لك مرة أخرى محمد معروف على كل المعلومات المقدمة صباحة اليوم شكرا لقبول دعوة البرنامج أطفالنا يعني رهم ورقة بيضاء ذو الوقت اللي نختموا فيه ونكتبوا فيه مختلف خليني نقول أشياء المهمة في حياتهم واللي يربى عليها على الطفل كما محمد معروف قدوة ما شاء الله لكل الأطفال نطلب من أهالي ولأنتمنى من كل الأهالي اللي تشوفين أنه يزرعوا في أطفالهم حب قراءة القرآن حب التعلم حب التعليم أيضا وحب المساعدة يعني قيم جميلة جابها محمد اليوم في رسالة صغيرة حاول يقدمها لكل الأطفال اللي يقدموا في عمره وحتى للأهالي والأولياء ماشي صحيح بل أن الطفل في هذا المرحلة يكون ورقة مفتوحة نقدروا إحنا نكتبوا عليها ووش نحبوا فإن شاء الله نكتبوا عليها ولندوا إلى طريق البربر الوالدين وطريق الإحسان فاتحية للوالدين لربوا أطفالهم على هكذا طربية دقيق سهلة بك بعد غياب طويل عن البرنامج سباح الخير يوسف سباح الخير مشاهدين الكرام ونقولكم سحر رمضانكم رمضان كريم وطيب عليك قلنا في بداية الحلقة أنه لأيام تجري بدين البارح اليوم رأنا في ستيام أكيد حسين بهم يجروا ولا لهم أهم يجروا بزيء صح أكيد لازم نقتنمو نقتنمو بأطاعة وصدقة وأيضا قراءة القرآن مهم جدا أنه كل يوم نخلو قسط للراحة النفسية بقراءة القرآن لسا كذلك أكيد يلا بداية نحب نعرف وسيلة موضوعنا لنهار اليوم هو أثار السيام هل حقيقة للسيام تأثير إيجابي على الصحة النفسية لأصائم والمسلم؟ أكيد بما أنه سبقت قلت أننا لازم نقرأ القرآن ونحسوا بهذه الراحة النفسية الصحة النفسية وشنو هي؟ الصحة النفسية هي أنه ليس الخلاء من المرض النفسي ولا الجسدي ولكن نتقبله نتعيش معه وكذلك نقدر الدورة لتعنا كفرد في المجتمع ولا في العائلة ولا في أي دور يكون عندنا وهنا إذا تحدثنا على الصيام أولا من الشيء يعني الصيام ليس كمسلمين فقط لأنه على بلنا في الحميات الغذائية يديروا الصيام المتقطع في الدراسات عالمية ندارت على الصيام يعني ولت محل اهتمام الباحثين في الأولى هذا اليوم نحن مش اختياريا لكن مفروض علينا يعني يا ربي سبحانه وعطانا هذه الفترة من السنة باش نريحوا فيها باش الجسم بتاعنا يرتاح فيها أكيد باش نشوفوا باللي دراسات جات بعد ما احنا الإسلام يعني فرضوا في ديننا الدراسات ندارت ولقاوا أنه للصيام يعني دور كبير في الصحة النفسية الدراسات اللي ندارت دارت في التغذية في الطيب وكذلك في علم النفس عندما يصوم الإنسان راح يكون نسبة الكورتيزول اللي معروف هو الورمون جيسترس يكون منخفض الكورتيزول هو الهرمون المهدم للعضلات وكذلك هو هرمون التوتر يعني هو اللي يخلينا نكون متوترين وقلقين وهذا وسؤال مطروح سمحي لي فقط نقطع كوسيلة علاش الإنسان يحس براحة لما يصوم لأنه أولا ما ننسى وشفتنا وتحدثنا في مواضيع من قبل حول القلق والتوتر وتحدثنا على الأكل يعني اللي راننا نتناولوه في الشارع والأكلات السريعة والعادات السيئة كل هذه العادات اللي احنا تعودنا عليها في الأيام العادية راح تخلينا نتوتر ونتقلق أكتر ولكن الصيام فيه نوع من التربية الذاتية راح يساعدنا في جميع مجالات الحياة مثلا احنا في الأيام العادية ولم قبل رمضان نكون عندنا الوقت التاعنا من تحكموش فيه ولكن إذا لاحظت يوسف تلقى أنه على بالوقت شيء دن المغرب وقت شيء دن العصر وقت شيء دن الفجر وهنا راح ينضم وقته على حسب الآدان في رمضان وهنا الإنسان راح ينضم وقته بصفة تلقائية كذلك إذا تحدثنا على الإنسان اللي يكون مثلا غائب عن المنزل بحكم يعني العمل كاين اللي يكون العمل تعوي يعني حتى في رمضان يكون بعيد ولكن أغلب الناس كان مثلا يدخل الأنغة تغلع شاولا يقول لي لازم يدخل مع المغرب ويأكل مع العائلة تعوي هنا راح يقوي اقترابه من العائلة راح يعاود يلاحظ حاجات لما لاحظهم لما كانش يلاحظهم من قبل وبالتالي يخلق أجواء جديدة يعني تخرجوا من الروتين اللي يتعود عليه وتدخل على نفسيته بعض الأشياء اللي تغير منها أكيد لأنه الإنسان راح يبتعد كثير عن نفسه وعن الأشياء اللي كان لازم هو يسكنسانتخ عليها ولكن في شهر رمضان راح يتقرب أكتر من نفسه في العلاج جديلنا واش نديرو يوسف كل پاسيون يجينا ولا كل عميل يجينا واش نطلبو منو نطلبو منو أننا قبل ما نبدأوا بالأشياء الأخرى راح نبدأوا بيه هو كشخص يعني أنه يتقرب من ذاته يتعرف على نفسه يتأمل هنا في شهر رمضان هناك التأمل اللي تحدثنا عليه هناك عبادات كثيرة مثل الصلاة قيام الليل وقراءة القرآن هنا يخلي الإنسان يتقرب من الله ويتقرب من نفسه أكتر ويطرح لنفسه أسئلة ويعاود يراجع نفسه وكل هذا راح يخلي الوحدة الراحة النفسية لتخليه يعاود يصحح نفسه كذلك نعرف أنه شهر رمضان هي فرصة أنه الإنسان يكون عنده عداد سيئة في شهر رمضان راح يساعد نفسه أنه يقول لك مثلا إذا كان عنده سلوك الإدمان يعني عن التدخين أو غيرها هنا يقول لك في شهر رمضان جرب أنه نبدأ نحبث بالتدريج ولأنه نساعد نفسي حتى في فترة صيام في الصباح يعني يكون مجبر أنه يتخلي عليها أكيد لأنه في الأيام العادية يجرب ولكن مثلا إذا تحدثنا على التبغ راح يجرب أنه يحبث التبغ ولكن يروح مثلا مقهى يشوف واحد تكيف ما يقدرش أنه ما يدخنش هو ولكن في شهر رمضان يقول لك كيفاش أنا قدرت نتحمل فترة صيام الفترة الصباحية الصباحية حتى للمغرب ما أخذيت ولا جرعة كيف نقدر نسموها يوسف احتقارو احتقارو هنا من بعد مر المغرب حتى إذا كان أخدا واحد ولا زوج ولكن راح نسبة قلب وهنا راح تشجع أكتر أنه يدير دي زفور باش يبدأ يحبس هدك السلوك وسلوكات أخرى كذلك جميل وسيلة فقط خليني نفتح المجال للناس اللي رايشات فينا صباحة اليوم بأنهم يقدروا يشاركوا معنا في البرنامج وفي هذا الموضوع تحديدا ويحكونا على تجربتهم مع رمضان واش زادت لهم واش ضافت لهم وكيفاش أرباتهم رقم الهاتف موجود أسفل الشاشة ماذا بين الناس اللي رايشات نصبح ربي تتصل بنا وتشاركنا في البرنامج نرجع إلى الموضوع بالنسبة لأتباكين ناس بزافة ربما تمشي بطريقة عكسية يقول لك أنا لما نصوم نبتعد على القهوة نبتعد على التدخين فبتلي أطر عليها بطريقة سلبية هل هذه حقيقة أو هو فقط يهيأ له نفسيا أنه ما رحش يكون مرتاح لو يغيب عليها الدخان أو القهوة يوسف كينو شيء جيد جميل شفت قبل رمضان تلقى الناس تبدأ تشريف لما عنده وتشريف وتوجد الدار وتدير الميناج هذه هي التهيئة النفسية للصيان يعني في البيت إذا تخذت ولقيت الأم بتاعك بدأت تتوجد وبدأت تحضر تبدأ نفسيا أنك توجد روح كين رمضان خطوة مهمة هذه خطوة مهمة جدا نحن نقولها عادة ولكن نفسيا تكون تحضر روحك من بعد كيفاش أنت رح تاخد هذا رمضان تقدر تقول أنه هو منع يعني أني آه راح ما رانيش رايح نتكيف ما رانيش رايح ناكل أنا لازم ننصبر حتى للمغرب وكين لي ياخدوا فرصة من يعني تقرب من الله وأنه فرصة أن يكون عنده أهداف يحققها في هذا رمضان يعني يشوف رمضان كفرصة باش يبدأ يغير مسلوكاته وهنا يبدأ الهدف من الصيام الفرق بين واحد اللي يدير رمضان فرصة أنه يحبس التبغ لأنه سؤالتها كان عن التبغ يحبس التبغ هو هداك الإنسان اللي كان محضر نفسيا أولا وثانيا دار أهداف في هذا رمضان راح نجرب أن ينحبسه ولكن الإنسان الآخر اللي كان يعني عنده إدمان حقيقي على التبغ ويشوف أنه ما دارش في باله وأنه نبدأ نجرب أن ينحبسه الحاجة الأولى اللي يخمن فيها كلنا عندنا في الحي واحد اللي نسمعه غلق الباب وخرج على جال بشي يعني يدخل سيجارة الأولى هنا على حسب الهدف اللي سطره الإنسان يعني أي سلوك كان يعني إذا كان هو دار هدفه قبل رمضان أنه عندي سلوك الفلاني والشيء الفلاني أني نغيره ونحاول أني مثلا نتقرب من الله ونبتعد على أشياء أخرى راح يبدأ يحقق فيها بالعقل بالعقل ولكن هناك ناس وحد أخرين الخوف من أنه مثلا يقول لك راح نزعف راح نتقلق راح يتقلق وقتشدي برك المغرب باش يدير الشيء اللي هو مدمن عليه يعني هو نفسيا ماشي حاجة وحد أخرى هي نفسيا كلمه هي أنه يزعف ويتقلق ويخاف ويتبانيك هذي هي أكيد هو يدير في باله أنه أنا والسجارة لازم ما نتفرقوش يلا أيضا مهم جدا الصيام ويعود بالفائدة على الصحة الاجتماعية كيفاش نقدره نقوله أنه رمضان يساهم في علاج بعض المشاكل أو بعض الهفوات والفجوات التي تكون في المجتمع أكيد إحنا المجتمع بتاعنا عنده عادات بزاف مليحة وبزاف شابة وتعجبني هناك مطاعم إفطار وهناك نلقا أنه بدنا ترمضان في ذلك المطاعم اللي تغزو الشوارع وتغزو المحلات يعني تتغير كليا إلى مطاعم الرحمة ومطاعم إفطار السبيل أكيد وحتى الإنسان يقول لك أنا هناك المتطوعين تحدثوا على المتطوعين يروحوا يقضي ويروحوا يجيبوا يشوفوا شكون يزيد حتى يمدلهم حتى يمدلهم الخضر والثاني راهوا يساعدوا واللي يضي الخضر منه حتى للمطعم واللي يعاون واللي طيب هنا رح نلقا ناس خاصة الشباب نلقاهم في المطاعم هذوق تتعاون كذلك إذا رحنا للجيران رح تلقى واحد في عدم يجيب خبزة هذا كنهار رح يجيب ثلاثة ربعة ويبدأ يوزحها على على الناس اللي يتلقاها في طريقه كذلك إذا كانوا يسكنوا في عائلة كبيرة ولا حتى ما يسكنش يجوز على الأم ويدي لها حاجة ويروح يعني تقوي هذا يريحوا نفسيا أكيد وهنا رح يحس بالإنجاز وعليش الثقة بالنفس وحب الدات تنقص في الأيام الأخرى لأنه يكون يكون كنسانتخي على حاجات وحدة وخرين يحس أنه ما هوش يحقق داته وما هوش يدير حاجة لتخليه يعني أنه يحس أنه يدير حاجة ولكن في رمضان يحس بهذاك الإنجاز اللي يقوم به ويحس أنه كان عنده دور في هذا الشهر ورد نفسه أولا ورد الله كذلك هنا رح يفرح بنفسه تقتب نفسه تزيد وحبه لداته يزيد وحبه الآخرين كذلك رح يزيد حتى وإذا كان ما يتفاهمش مع واحد ولا يزعف معه ولا في هذا الشهر بما أنه على بلنا بالليف صهرات كين عائلات اللي تروح عند بعدها كذلك بره يتلقى رح تقوى صلة الرحم وحتى الجانب الاجتماعي يكون أقوى طيب بالنسبة للناس اللي عندها اكتئاب هل مفيد لهم الصيام أو لا؟ أكيد الصيام يساعد يساعد الإنسان اللي يكون عنده مشكلة الاكتئاب على تحسن المزاج الصيام يساعد في تحسين المزاج الإنسان رح يتعلم كيفاش يعني المزاج التاعه رح يتعدل وهو يصم لأنه ما ننساوش أنه مثلا تشوف حانوت فيه بعزلابيا بمعسل وقع شفتها وما تقدرش تمسها وتأكلها يعني هنا وش رح يصر يكون تسرع إحباط ولكن تقول معليش على بالي يقول لي أنت متقبل أنك ما تقدرش تاكلها حتى الوين يأدى المغرب هنا رح يكون من بعد أنت رح تتكلم مع نفسك أنك على بالك ومتقبل أنك ما تقدرش تأخذ هذه الحاجة حتى مثلا المغرب هنا رح يساعد أنه أنه يتعدلوا يتعدلوا ونهدبوا نفسنا لهذا الناس المصابين بالاكتئاب مليح لهم الصيام هنا رح يعدل مزاجهم أحسن وأكتر طيب ربما الناس اللي رأيتشوف فينا صبيحة اليوم يقول لك بلي أنا يا وليدي حبيت أن نربيه على الصيام ونعلمه الصيام في هذه المرحلة ولكنه لا يحب يتقبل فكرة أنه يبدأ يصوم مبكرا ربما في الابتدائي يقول لك الوالدين كما تربينا يقول لك هذا هو الوقت يتربي فيه تفض على الصيام كيف يتعاملوا معه وكيف يقدروا يحببوه في الصيام بما أنه رأنا في بداية رمضان يعني ما زالوا وقت بشي يقدروا يخلوه يصوم حتى الأيام النص أو المنتصف أو حتى لـ 27 أو لا نحن لدينا القدوة على بلنا بالطفل راح عنده القدوة تاعه والأولياء تاعه العائلة تاعه القدوة تبدأ من المحيط من المحيط أكيد من الشائع أن الأطفال يتربعوا على هذا ينوضوا على بلهم بالفطرة أنه كل رمضان نصوموا ولكن كينا عادة بزاف شابة عندنا وكل منطقة كيفاش يديروها أنه النهار اللي يصوم أول مرة الطفل راح مثلا يطلعوا فوق حاجة عالية ويمدوا لهم يديروا لهم حاجة دخل الماء ويشربها ويديروا لهم هدية والآن نشوف حتى يديروا حفلات صغيرة بين العائلة أنه اليوم الأول اللي سنطيع على شرف الصيام الأول أكيد وهذا يجعل الطفل أنه يصوم كذلك أنه نفهموه على لش نصوم ونفهموه على صحتنا نكون قدوة له يوم خاصة التحفيز والتشجيع أكيد نرجع إلى هذا الموضوع نشوف فقط على النقطة اللي وصلنا لها ولكن مكالمة هاتفية ونقول ألو رمضان كريم رمضان كريم صحة رمضانكم وينعيد عليكم بالصحة ولهنا إن شاء الله إن شاء الله علينا وعليكم أجمعين تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع دكتورة صحة رمضانك وينعيد عليكم بالصحة ولهنا عندي سيئة صحة رمضانك ألو تفضلي رانا نسمعه فيك تفضلي بسؤالك دكتور الله يحفظك حبيت تعطينا النيدي عندها لزنفه فلاج متباعد عندها اللي بيدي عندها الكبير عندها صغير مع المموتة رمضان وكيفاش تأي فيتي للقلق في رمضان يلا سؤال واضح أكيد رح نعود نوصله إلى وسيلة قتلك عطينا طرق كيفاش للأم تقدر تكبت خليني يقول الغضب ديلا في رمضان خاصة أنه عندها التزامات عندها أطفال صغار وعندها أسرة تقوم بها حبة تتفادى الغضب والقلق باش ما يعودش على هالأطفال مسترح ممنوع لأنه إذا كبتنا الغضب رح يزيد مسترح لدينا إذن داخل القرورة ونغلق عليها ونخلوها ماذا سيصالها؟ تنفجأ في هذه الحالة في حالة السيدة كما حالت الكثيرات من الجزائريات عندهم أطفال عندهم أسرة عائلة قوموا بها في رمضان ولكن أحياناً يتقلقوا هي أنه تحط أولوية لها أولوية في أي شيء في فواش يعني هي أنه إذا كان عندها مثلاً التزامات وش راح تدير أنه تحط وقت لها كثسوى في الصهراء ولا صباح يعني تقسم وقتها في اليوم تقسم وقتها وكذلك حكينا على التأمل بما أنه هذا الوقت اللي رأنا في شهر رمضان وتحدثنا على أنه كينا نقرأ وقرآن هذا الوقت اللي نقرأ وفيه قرآن هذا الوقت اللي تقعد برك مع نفسها وتمد وقت لنفسها وتتأمل فيه هنا راح يخلي القلق والتوتر أنه ينقص كذلك أنه لازم تشوف لصوخ تعلق القلق تحها وش هي الحاجة لكل مرة تجيها راح تخليها تقلق بينا رعيها الطياب وما تلحقش توجده ولا طياب ما تلحقش توجده لولادي عيطوا في الضار عطينيها تيلي لما أنهم صغر أكيد لازم لهذا لازم تنظيم الوقت نمعا مهم جدا أكيد إذا كان وقتها مثلا ما عرفت كيفاش تنظمه هذا كل التسرع التحارح يخليها مقلقة وما راح تلحق لهذا لازم تعاود تشوف وش هي الحاجة اللي تخليها تكون مثلا وغطا بينين الحواجانان على ما أعتقد بينين فرمضان وشنهما شغلت على الضار الحاجة اللي تخليها متأخرة ديما متأخرة ديما إذا كانت متأخرة إذا كان الأطفال راح تجرب طريقة أخرى معهم إذا كان الأطفال مثلا ما هم شي صوموا راح في وقت الفطور تحوم تحط لهم تخليهم بجيه وين تقدر تدير مثلا ما تقولش لأنه في رمضان مثلا أطفال راح يقلقونا وإحنا بما أنه رأنا في رمضان راح مثلا تأخروا على الفطور تحوم وهو الطفل يجوع لهذا لازم نشدوا المم غيتم مع الأطفال إذا كانوا ما يصوموش ولا نشدوا معهم المم غيتم وإحنا نبدأ ونطبقوا لنوفو بروغرام بتاعنا تاع رمضان داكور لأنه أنا على البالي سيبا يجب أن يكونوا ديزنفان ونكونوا عنا وحدنا يعني أنها طيبة وتلحق بالوقت خاصة المغرب هذا العام ما هو شي قدن في وقت متأخر ولكن تنظيم الوقت هو اللي راح ينقصلها لسترس أكتر وفي حال ما تقلقت هذا السيدة كيفاش تعمل مع القلقة ديالها باش ما تأدي حتى واحد في العائلة وتجوز نهارها مرتاحة هي أنه سن يفيد السورة للسترس هي اللي يخلينا ما نتقلقه وإذا كانت قلقت خلقنا وفي حال ما تقلقنا في حال ما تقلقنا هي أنه الشيء الوحيد اللي يقدر يخليها مرتاحة مرتاحة شوية أنها تبعد على السورة للسترس في خمسة دقائق أنها مثلا في وقت وين قلقوها ولادها ولا راح تحطهم في شامب ولا وهي تبعد على السورة للسترس في خمسة مينوت لأنه مثلا كيكون واحد زعفان والغياجي في المام ماما راح يدير حاجة ولكن يسفد لحت أنه تكون زعفان وتكون بعيدة عن الموقف ما بيت تلحق القلق تاك راح ينقص ما راحش تدير وش كنت حاب تدير لهذا أموات نحي خمسة دقائق من وقتها ترتاح وتعاود تولي للشيء اللي كانت تديره يلا نرجع إلى الموضوع اللي كنا نحكو فيه قبل الاتصال واللي هو عن الأطفال كيفاش نحببوهم بالإضافة إلى النقاط اللي قلتها وشرحتها ونقدموهم حفلات مصغرة نزوقوهم ولا نزينوهم هدى كل يوم نصح حفلات لاحظ أنهم راهم يديرون دكار كحفلات تشجيعية يعني فقط مش مكلفوش الأهالي مش حفلات كبيرة ولا مجرد هكذا هادية ولا بسيطة نجيب لك نعمل لك هكذا كي صمت اليوم أكيد ولكن نملو لعادتنا إذا كنت تحدثنا على عادتنا يعني الطفل هادك يكون مميز في الطاولة هادك نهار وأننا نشجعوه هذا هو نهار وأكيد ونشجعوه أن نصام هنا الطفل راح يتشجع بش يزيد يصوم أكتب يلا نقطة أخرى نحبو نترقوليها بالنسبة للناس اللي يقولك أنا يغلبني رمضان هل هذا المصطلح موجود في علم النفس يعني يأثر صح وما مدى وقعه على الإنسان اللي قبل ما يبدأ رمضان يقولك أنا يغلبني رمضان ومعه ربما ليلة رمضان يقولك أنا بديتنا رمضان صح هو يعني هذا اسمحيني فقط نقطعك مصطلح داخل في اللوعي ديالنا كبرنا عليه أومار رمضان أو غالبه رمضان أو رمضان هل هذا الشيء حقيقي يدخل في اللوعي تعنا ويأثر عليه ويخلينا نخممه بطريقة أنه رمضان يأثر علينا إذا كان استمتعنا بالصيام ما رحش يغلبنا وعلاه لأنه رحنا نستمتعه بكل وقت بكل حاجة نديروها لأنه البروغرام بتاع رمضان رح يكون بزاف شاغجي بزاف وكل حاجة نديروها في رمضان مليحة ولكن علميا مؤكد أنه صح نتقلقه شوية في رمضان وعلاه لأنه ننخفاض نسبة السكر في الدم رح تخلي الإنسان يتقلق شوية كذلك ما ننسوش أنه العادات اللي تحدثنا عليها اللي يكون عنده إدمان على القهوة إدمان على السكر إدمان هنا رح يخلي نقص هذه المادة في الجسم تخلينا نتقلق شوية ولكن ما ننسوش أنه في سائر الأيام نلقا ونسي الضربو نلقا ونسي الزعفو برمجنا نفسنا أنه في رمضان إذا كان زوج الضربو غلبهم رمضان هي لا إذا كان استمتعنا بكل حاجة نديروها وعطينا معنى إيجابي للصيام ما رح نستعملوا المصطلح ولكن إذا كان تقلقنا شوية قلنا بالصيام يساعدنا على تحسين المزاج لهذا القلق اللي إحنا عندنا فكرة عليه واللي نتحدثوا عليها أنه غلبه رمضان والقلق اللي يشكله لنا الصيام ماشي نفسه يرانا نتحدثوا عليه أكيد أنه نقص هذه المواد في الجسم تخلينا مقلقين شوية ولكن نعرفوا كيفاش نصير هذه الانفعالات على العكس أنه إحنا نقوله التنوض يعني بغاق كبيرة جز علاش أنه رهم صايمين وهو يعني فكرة خاطئة على الرغم أنه نكونوا شوية مقلقين ولكن ليست بتلك الدرجة لأنه إذا كان خممنا بالتفكير الإيجابي أنه هذا صيام كان بزاف حاجة نصوم عليه وليس غير الأكل إذا صمنا رح نصوم على بزاف حاجة مثلا إذا كان نزعفنا واحد نغضو نظر تعنا وننظر معليش ونقولوا أنه كونت خير على نسائم معليش ما نزعفش ما نتقلقش هذا الشيء رح يخلينا نسيروا الانفعالات تعنا ونستجيبوا للانفعالات تعنا بصفة إيجابية ولكن هناك دور صغير للصيام في القلق والتوتر يلا بالنسبة للناس اللي تصهر في الليل وتبدل برنامجها الساعة البيولوجية تحت تبدل يعني يقولوا يصهروا في الليل ويرقدوا في النهار هل هذا الشيء يلعب دور كبير ويأثر على الصحة النفسية أكيد أترى على الصحة النفسية بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة خاصة أن تحدثوا على القلق والتوتر وأسمحي لي فقط أغلب الناس ربما يشوفهم يتضاربوا صباح ربما تلقيهم يصهروا في الليل مرقدش في الليل أكيد وصبحنا كونسنتراسيون إذا كان العمل تطلب من كونسنتراسيون ما كاش إحنا الوقت تاعنا تاع النوم باين وكل شي فينا رح يعاود يحيا ويعاود يعمل في النوم تاع الليل الليل ولكن إذا كان الصهره بزاف كين حتى الليل ما يرقدوش كامل يعني يصبح لهم الفجر وما ما زال ما رقدوش إذا كان يعمل إليه بليجي ينض إذا ما كانش يعمل راح ينض لك على ربعة تالعشية هنا كل شي راح يتخلط صح أوتوماتيكم كي جوزة رمضان راح يقول لك باللي تعبني رمضان وصهرات تعال رمضان والبروغرام تعالي كان لازم ندوك نبدأ نثقم الوقت التاعي لهذا لازمنا الوقت تعالي لهذا كي تحدثنا على السؤال اللي فات لازم تعرف منين يجي لسؤال لأنه إذا كان إحنا ماشي منضمين النوم التاعنا والوقت التاعنا وكل شي راح يتقلب في هذا الشهر راح يخلينا للي ما تاعنا تتغير وما نتحكموش فيها خاصة يلا نقطة مهمة جدا راح نفتحها معاك في هذا الأثناء وهي الفراغ في شهر رمضان ناس بالزاف يعني يجي رمضان يقول كنا ندي فاقونس ندي العطلة كونجيتائي ولما يقضي كونجيتائي له خاصة أنه في رمضان يقول كنا ما نتحركش لأنه رمضان يعيني فبالتالي يقضي وقته كله سواء في المنزل ولا في طريق رايح جاي ولا يشارشي للناس أحكي لي ما مدى تأثير الفراغ في رمضان على الصحة النفسية مش فقط في رمضان هي كينا نكون تخاديكشون صح نسمع أننا نروح نجوز الوقت نقتل الوقت هو أنه يدي ينقضي في رمضان لأنه يتعب ولكن مدى به يخرج هي مليح أنه يخرج يجوز الوقت يشوف المناظراته ولكن هذا الوقت اللي احنا نقعده فيه غيانة فاق راح يتعبنا أكتر من الاكتفيتات اللي نديروها لأنه احنا كي تنوض ورك تمد حاجة ورك تعمل ورك مركز موقتك وعلى بالك وش راك تدير على بالك بالي راك تمد حاجة إيجابية هنا راح أولا نصومه كي ما لازم كي ما طلب مننا الله تعالى كذلك أننا راح نكونوا بخوديكتيف لأنه نعود نولو دايما الدراسات العلمية قلت لك يوسف أنه دارت دراسات كبيرة حول الصيام من المسلمين والغير المسلمين ولقاو أنه كي نكونوا صايمين بخوديكتيفيتا يعني أننا نكونوا نعملوا أكتر ونمددوا إنتاجية تكون أكتر لهذا في شهر رمضان إذا نحن لنا بخوديكتيف من هذا الصيام وهذا اللينغجي اللي تكون عندنا هو يحسب له أنه راح يكون في شلان وما يقدر يديروه ولكن بالعكس أنه نكونوا عندنا واحد لينغجي اللي تخلينا نعمله أكتر وأحسن لهذا من الأحسن أنه يعمل في رمضان هو ما الأغلب يقول لك أنه ما نعملش لأنه نتقلق لكن الإنتاجية تكون أكتر في رمضان والأكتيفيتا تكون أحسن في رمضان من أنه يقعد ويخلي وقت فارغ كبير هو اللي يخليه أنه يشعر بالتوتر ويدارب ويكون عنده مشاكل في رمضان كي يقعد هو يشوف كل حاجة تجوز عليه خاصة نقاو حتى الزوج مثلا في المشكلة يبدأ من الزوج ويشوف المنزل بصراحة يشوف حتى كل الأكلات يشوف كل حاجة ويش خفها ويش مازال ويش مكاش ما عنده ولو في حياته يعني الشهر كامل هو قاعد فيه أكيد أكيد حتى إذا حتحدثنا عن المصروف كذلك رح يلقى نفسه أنه الصرف قسمه يصرف ثلث شهر ربع شهر صح بلا ما يحث يلا في الخطة فقط باختصار رسالة توجهها للناس هذه الكاميرا قدام بصفة مختصرة اغتنموا شهر رمضان لأنه يعني فرصة كبيرة أننا نغيروا من نفسنا ونحسنوا صحة نفسية شكرا لك وسيلة حمدي على قبول دعوة البرنامج كنتيني معانا صبيحات اليوم في بلاطو الشروق مورني